اشتركوا في القناة وحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين عاوزين في رمضان نرتبط بالقرآن ونعيش معاه ومش هنلاقي أحسن من القصص القرآني علشان نرتبط بالقرآن واليوم مع هذه القصة من قصص القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كانت ثمود قبيلة عربية وأين كانوا يسكنون ومن هو نبيهم وما قصة الناقة وما مظاهر تقدمهم وحضارتهم ومن هم التسعة رهط الذين تربصوا بنبيهم وكيف عذب الله فمون تابعونا حتى النهاية بعد هلاك قوم عاد عاش نبيهم هود عليه السلام وأتباعه المؤمنون ما شاء الله لهم أن يعيشوا ثم مات هود عليه السلام ثم مات أتباعه المؤمنون ونسأت بعد ذلك أجيال تمكن الشيطان من إغوائهم وجرهم إلى حضيرة الكفر ومن هذه الأجيال كانت قبيلة ثمود وعلماء التاريخ يقسمون العرب إلى قسمين عرب عاربة وعرب مستعربة العرب العاربة هم أصل اللغة العربية هم أول من تكلموا باللغة العربية وكانت أول قبيلة تكلمت العربية هي قبيلة عاد ثم تبعتها بعد ذلك بعض القبائل منها فمود ومنها جرهم والعرب المستعربة هم الذين خلفوا العرب العاربة في العرب وفي اللغة العربية فمن نسل إسماعيل عليه السلام نشأت العرب المستعربة لأن إسماعيل عليه السلام تعلم اللغة العربية من قبيلة جرهم التي وجدها تسكن الحرم بجوار أمه هاجر عليها السلام وكلمة ثمود أصلا في اللغة مشتقة من الثمد وهو الشيء القليل اليسير ومنه الثمد بفتح الميم وهو الماء القليل اليسير ومنه الإثمد وهو الطيب المعروف الذي يكتحل به وذلك لأنه يستخدم منه القليل اليسير ولعل فمود سميت بذلك لأنها كانت تسكن في موطن هذا الموطن كان الماء فيه قليلا يسيرا وقبيلة فمود كانت تسكن في منطقة تسمى بالحجر وهذه المنطقة كانت تكثر بها الصخور ومنطقة الحجر حاليا في شمال غرب الحجاز على الطريق القديم بين المدينة المنورة وبين أبوك وهي تسمى حاليا بمنطقة العلا وهذه المنطقة التي هي العلا بها منطقة أثرية تسمى مدائن صالح نسبة إلى نبي الله صالح ومن يزورها يجد فيها البيوت المنحوتة في الصخور مما يدل على آثار قوم ثمون ولعل نحتهم للصخور يدل على شيئين الشيء الأول هو أن هذه الصخور كانت رخوة سهلة النحت في ذلك الوقت والشيء الثاني يدل على مدى تقدمهم في هذا المجال وهو نحت الصخور والأعمال الفنية التي نحتوها في هذه الجبال وفي هذه الصخور ولعل هذا يدل على تقدمهم في عدة مجالات فقد كانوا متقدمين في عدة صناعات منها نحت الجبال ومنها استخراج العيون العيون الماء من الأرض ومنها استصلاح الأراضي ومنها زراعة الأرض لذلك حينما يخاطبهم نبيهم وهو نبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول لهم أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون فنأخذ فائدة جانبية من هذه الآيار أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم النخل وصفها صالح عليه السلام بأن طلعها هضيم الطلع وما تخرج النخل من الثمار وهو التمر يقول طلعها هضيم أي مهضوم أي أنه سهل الهضم فهو يخبر عن التمر منذ ألاف السنين بأنه طعام سهل الهضم وخفيف على المعدة لما أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه صالحا إلى قوم ثمود بعد كفرهم وبعد عنادهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية تذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم هم طلبوا آية فأرسل الله إليهم هذه الناقة آية قالوا تخرجوا ناقة من هذه الصخرة في الجبل خرجت الناقة لهم من الصخرة فهل اتعظوا وهل اعتبروا؟ لا اشترت عليهم صالح عليه السلام قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم نجد الآيات ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب أكثر من تحذيرهم بأن يمسوا الناقة بسوء ولكنهم مع ذلك خالفوا ما اتفق عليه كانت هذه الناقة اشترط عليهم صالح عليه السلام أن تشرب من البئر بئر ثمود تشرب يوما كاملا بمفردها لا يشاركها أحد من ثمود في شربها في هذا اليوم وفي اليوم التالي يشربونهم من هذا البئر ولا تشرب الناقة شرط بسيط ولكن الكفار لا بد أنهم يتذمرون ولا بد أن يرفضوا أمر الله سبحانه وتعالى فنجدهم يعصرضون على ذلك الشرط وإذا بهم يتآمرون بعد فترة مع أن صالحا قد حذرهم ولكنهم يتآمرون فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم عقروا ذبحوها هذه الناقة التي أتت آية من الله سبحانه وتعالى يتآمرون على قتلها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا يحذرهم رسول الله وهو صالح عليه السلام ناقة الله وسقيا اتركوا الناقة تشرب من البئر في يومها ولكنهم اعترضوا كيف تشرب الناقة في يوم كامل ونحن كلنا جميعا نشرب في يوم كامل فتآمروا على قتلها فانبعث أشقاها ويقال بأن اسمه قدار أو قدار ابن سالف هو الذي انبعث فذابح الناقة على مرأة ومسمع من هؤلاء وهم يعلمون بما يخطط له بل ويؤازرونه بل ويناصرونه ويحضونه على ذبح اللي هي على ذبح الناقة فعقروها فأصبحوا ناذمين إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ماذا فعل الله بهم بعد أن ذبحوا الناقة إذا بنبي الله صالح ينذرهم ويخوفهم قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب قال لهم بأن عندكم مهل ثلاثة أيام وانتظروا العذاب بعدها سوف يأتيكم من الله سبحانه وتعالى وذكر لهم بعض الأمرات وبعض العلامات وجدوها قد تحققت في هذه الأيام الثلاثة وفي اليوم الثالث ينتظرون العذاب ولكنهم قبل أن يأتيهم العذاب إذا بهم يتآمرون ليس على الناقة فقد تآمروا عليها وذبحوها ولكن هذه المرة يتآمرون على نبي الله صالح فما قصة التسعة رهت الذين كانوا من قوم ثمون وتآمروا على نبي الله صالح ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المم وكان في المدينة تسعة رهت يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا تسعة أفراد من أكابر القوم ومن مجرميهم قالوا تقاسموا بالله يقسم كل واحد منهم بالله على أي شيء على أن يتآمروا على قتل نبيهم قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وآله والتبييت هو تدبير الأمر ليلا وفي الغالب يراد به المكر لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شاهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون اتفقوا على أن يقتلوا نبيهم صالحا عليه السلام بالليل ليس هو فقط ولكنه هو وأهله ثم لنقولن لوليه وليه قريبه بعد ذلك الذي يتبقى من أقربائه لا يسكنون معه في البيت ثم لنقولن لوليه ما شاهدنا مهلك أهله لم نر شيئا ولم نسمع شيئا عن قتله ما شاهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عقبة مكرهم أما دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خوية بما ظلموا إن في ذلك الآية لقوم يعلمون الله سبحانه وتعالى أرسل على هؤلاء التسعة حجارا شدخت رؤوسهم فإذا بهم صرع يشاهدهم القوم فيعلمون أن العذاب قادم لا محالة ينقضي اليوم الثالث وفي الصباح إذا بالعذاب يأتي كيف كان عذابهم وبما عذبهم الله سبحانه وتعالى أهلكهم الله سبحانه وتعالى بثلاثة أشياء أولا بالصيحة فأخذتهم الصيحة مصبحين في وقت الصباح جاءت الصيحة وهي صوت عال يصم آذانهم ويهلكهم فهلكوا أو هلك معظمهم بالصيحة فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خز يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جافنين وقال الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر الصيحة جعلتهم كالزرع اليابس الذي يفتته صاحب الحظيرة لكي يطعم به حيوانات الحظيرة الزرع اليابس الذي يصير كالتب هؤلاء صاروا كهذا الزرع اليابس بعد أن فقدوا حياتهم بهذه الصيحة إذن الصيحة ثم الرجفة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافنين والرجفة عبارة عن زلزال كبير زلزلوا زلزالا كبيرا قضى على البقية الباقية وإذا كان متبقيا منهم أحد فإن الله سبحانه وتعالى أخذه بالصاعقة وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهوني بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويقف صالح عليه السلام يقف وقد شاهد الجثث تملأ الوادي يقف على أطلال هؤلاء المعذبين من قومه ويقول يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ونأخذ هذا الدرس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث ورد في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على تبوك نزل بهم عند الحجر ديار ثمود فعجبوا منها فنصبوا القدور فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور وعلفوا العجين الإبل العجين الذي عجنوه في هذا المكان أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يأكلوا منه ولكن علفوا منه الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل عند البئر التي كانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم المعذبين وقال إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم ونهاهم عن الدخول عليهم وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم في الحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لألا يصيبكم مثل ما أصابهم وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأماكن التي عذب بها أقوام لا ندخلها حتى نكون باكين فإن لم نكن باكين ومتعظين ومعتبرين لا ندخل هذه الأماكن التي عذبت فيها الأقوام السالفة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر